المشاهدات أنا عندي 38 سنة مطلقة ولدي 3 بنات عندهم 16 سنة 38 سنة وعندها 3 بنات أيوة مطلقة هي وتقدم لي شخص ولكن أمي وأختي بيرفضوا هذا الزواج ماذا أفعل مع العلم أني ما فيش حد بيسأل علي وأخشى أنت زوجت تغضب أمي علي يعني برضو أنا هجاوب إجابة طبيعة السؤال بترغمني أن أنا أجيب أيوة وهي إجابة برضو في المطلق وبعد ما جاوب الإجابة في المطلق نروح للخلح للحال الخاصة حضطر أقولك أن حالتك الخاصة دي محتاجة معالجة اجتماعية أكتر منها معالجة دينية يعني أنت تسأل لي دلوقتي في شقين في سؤالك أنت بتقولي أنا عندي 38 سنة أنا في عز شبابك وعندي بنات كبارة عرائز دلوقتي وعندي احتياجات إنسانية للزواج وأمي وأختي وقفين لي في الموضوع وبيعرقلوا لي الأمر وده يعمل لي ضرر نفسي وضرر معناوي إذا كان أمك وأختك عندهم اعتراض على حد معين بشخصه لسبب الشرع يجده مبرر مقبول زي إنه يكون مثلا مجرم مسجل خطر مش كوف إليكي ما عندوش قدر أنه يفتح بيت أي حاجة هتعملك مشاكل أو فيها ضرر إليكي يبقى سمعي كلامهم لكن لو قالوا لك كده لأ إحنا معترضين على جوازك من بابه يعني شايفينها مش يعني مش مستحسنين الفكرة مثلا ده تحكم منهم في حياتك لا مبرر له شرعا ولا عرفا ومش هقولك لو أمك واختك هم اللي قالوا لك كده يبقى كلامهم مهدر ده لو أبوك نفسه حصل منه ده الشرع يسميه الولي العاضل عاضل يعني موقف حال موليته في ولاية علاقة بين بنته وبين أبوه اسمها الولاية الولاية دي يعني علاقة يتصرف بها الأب فيدير مصالح من تحت ولايته بما في مصلحتهم وتخلت الولاية دي عند الأب علشان داعي الطبع عنده يدعوه للشفقة عليهم فما يتصرف بخلاف داعي الطبع فيضرهم تقوم تقف ولايته عليهم فلو الأب عمل كده نقول له لو سمحت الولاية انتقلت منك لمين للقاضي وعند بعض أهل العلم تنتقل للولي الذي بعده في سلم الأولياء يعني تنتقل الولاية هنا طبعا تقف ولايته دوع يتحقق بها المصلحة فما بالك بأمك واختك اللي مالهمش أصلا ولاية عليك من بابه فإذا كان يا بنت الحلال مفيش معنى شرعي مقبول هم من أجل ورفضين الزواج يبقى كلامهم كعدمه وتشوفي مصلحتك بما يرضي الله وده ما يقتضيش أن انت تبقى عاقة وما يقتضيش أن انت ما تدريش الموضوع مع أهلك بحكمة وده الشق التاني اللي أنا بقولك ده شق اجتماعي عاوز أدخل حد عنده خبرة اجتماعية متخصص برضو في الأمور الاجتماعية صحيح يتدخل يشور عليك مع مشورة دينية ومشورة اجتماعية تتزن الأمور وتقدر تصل إلى مرادك وتحفظ على علاقتك بأهلك فيكون هنا هو الاتزان المطلوب شرعا وعرفا يعني